قال الله العظيم في كتابه الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ليس الإسلام مجرد إيمان يرقد في القلب ولا يظهر على الجوارح الدين هو عبارة عن إيمان في القلب وعمل بالجوارح مجرد أن تؤمن أن لك ربا ثم لا تعمل الصالحات فإن الله لا يقبل من كذلك آيات متعددة في القرآن الكريم كلها تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان هو العمل حتى القول لا يكفي أن تشهد الشهادتين أن تشهد الشهادتين بلسانك وتكون مؤمنا بالله وحده لا يكفي لأن الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل الإيمان هو العمل الدين هو المعاملة والعمل المقصود به ليس أي عمل إنما العمل الصالح والعمل الصالح يعني أن تكون من الذين تنفع الآخرين وأن يكون موقفك موقفا صائبا مع المظلومين مع المستهدين وأن تكون مستعدا لكل ما يتطلب منك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصلتان ليس فوقهما شيء من البر الإيمان بالله والنفع لعباد الله ما في أعلى من هذا أن تكون موجودا تنفع الآخرين بكلامك بمواقفك بعملك بعطائك بل المطلوب أكثر من ذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تحب المال تنفق منه تحب شخصيتك وأن تحتفظ بها تنفق منها تحب الروحك التي بين جنبيك تنفقها في سبيل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون شيء اللي تحب تعطيه شوفوا إخواني أكو بعض البذور تضعها في الأرض فيتأخذ من عناصر التربة ثم تنبو وتكون حينئذ نبتة ثم شجرة مثمرة وبعض البذور لا تريد أن تخرج من قشرتها متريد تطلع من قشرتها هذه التي لا تحب أن تخرج من قشرتها تخيس وتموت ولا تنفع أنا وأنت أيضا كذلك أن نبقى داخل قشرتنا أهتم بنفسي بملابسي بطعامي بسيارتي ببيتي بشهواتي برغباتي معناه ما طلعت من داخل القشرة لابد أن نخرج من هذه القشرة لكي نتحول إلى شجرة مثمرة عالم يعلم من أمور الدين والدنيا السلام عليكم ورحمة الله ولكن هذا العالم لا ينفع غيره لا قيمة لعلمه مع أنه عالم هو مؤمن هو عالم ولكن لا ينفع الناس فيما يرتبط بعلمه لا قيمة له العامل في سبيل الله كل الروايات كل الأحاديث تتحدث عن العمل والعمل أيضا يعني الموقف إذا رأيت انحرافا تتحول إلى الضمير والوجدان الإنسان عنده وجدان عنده ضمير شو الضمير الضمير يتكلم حينما تسكت كل الأعضاء الضمير يبقى يتكلم الجميع ساكتين والظلم يقع لكن الضمير يقف أمامك أنت وينهاك عن المنكر أنت تحول إلى ضمير في أمتك كلما رأيت فسادا انحرافا ظلما طغيانا فأنت تقف وتقول كلمتك تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتعمل بالمعروف وتنتهي عن المنكر ليس فقط أن تقول أن تعمل أن تكون في داخلك من الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا ووضعوا أنفسهم في خدمة الله شو اللي الله يريد من العذوم ما عذوم مانعه أحيانا رب العالمين يطلب من عندك أن تقول كلمة قلها أحيانا يطلب منك أن تستخدم يدك استخدم إيدك أحيانا يطلب منك أن تتخذ موقف أن تخالف أو أن تقف موقف الشجاع في الدفاع عن الحق إذن الإيمان والعمل الصالح الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ومسبقا أقول لكم سبيل الله عز وجل لا بديل عنه كما لا بديل عن النور إلا الظلمات لا بديل عن الصحة إلا المرض لا بديل عن الحياة إلا الموت الله وضع لنا خطا واضحا أرسل أنبياءه ما كنا لاعبين يعني كل هذه الأمور التي فعلها الله للبشرين حتى أنا يعجبني أعمل ما يعجبني ما أعمل يعجبك ما يعجبك لازم تسوي يعني إحنا في أمورنا لازم نتبع الله في كل ما قال وفي كل ما أراد منا أما أن أعمل إذا عجبني وإذا ما عجبني ما أعمل لهذا مو سبيل المؤمنين المؤمن عند تسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرج في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما حتى قضية مرتبطة ببيتك اختلفت ويا صاحبك راحت عند النبي ما عندك شهود النبي حكم لزميلك مو فقط لازم تقبل لازم ما يصير في قلبك حرج يعني ما تشعر في داخلك ليش النبي حكم لصاحب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم خلافاتهم طبعا النبي لم يكن يعمل في الخلافات التي تقع بين الناس والشهود ما كان يعمل بعلم يعني يعرف هذا الحق مثلا مع هذا ويحكم لا كان يحكم كما يفعل القضاة بالأيمان والشهود فيحكم لكن اذا حكم حتى لو في داخلك الحق مو مع زميلك وانما وانما معك انت لازم تقبل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم كان النبي في يوم الأيام جالس مع أصحابه فخط بيده خط فرد خط مستقيم وخط إلى جانب هذا الخط خطوط أخرى قال هذا سبيل الله وهذه سبل هذا سبيل الله وهذه سبل وعلى وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه سبيل الله هذا ثم تلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقرون هذه وصية الله امشي على هذا الدين يقول لك اصعد اصعد يقول لك انزل انزل يقول لك سير حاكم سير حاكم محكوم محكوم أنا دائما أنقل للإخوة هذه القصة أحد الشباب هنا رشح نفسه للانتخابات ما نجاح فسألت عنه قال قاعد في البيت صاير بيه كآبة ما يطلع رحت له قلت له شريك قال الحقيقة ما نجحت في الانتخابات قلت له أهنيك أنك رشحت نفسك وأهنيك أنك ما نجحت قال شنها التناقض قلت له مو تناقض انت قلت أنا أريد أتحمل مسؤولية الناس من تخبق احمد ربك ما كل فتبأ أمر بس تبقى في البيت وصير بيك آبة وتسكت وما تطلع ليش أد واجباتك بما تستطيع سواء صرت مسؤول تخبوك وزير ورئيس أو ما صرت شوف الأنبياء سلام الله عليهم والأوصياء كانوا يعملون بواجبهم يعني وحكومة وحكومة وسلطة ربانية في المدينة المنورة أسسها وصاحب كتاب المئة الأوائل اللي جاي بمئة شخصية من التاريخ وضع النبي في المقدمة قبل السيد المسيح وهو مسيحي ليش خل النبي أول واحد قال لأن هذا الرجل في خلال خمسة وعشرين سنة صار عنده جماعة مؤمنين به صارت عند أمة وأسس دولة بينما المسيحية ما انتشرت إلا بعد مئة عام من بعثة النبي عيسى بن مريم بعدين مواذة بس تأثير إلى الآن في الكرة الأرضية هو النبي الأول في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أول النبيين ميثاقا وآخر النبيين مبعثا حينما جمع الله البشرية كلها في عالم البرزخ وأشهدهم على أنفسهم ألستب ربكم قالوا بلى شهدنا أول من شهد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن آخر النبيين مبعثا وإلى الآن هل هناك دولة منطقة ما فيها مسلمين لا فيها مسلمين مع قطع النظر عن أنهم هل على الصراط المستقيم أم لا المهم أن علينا أن نؤمن وأن نعمل وهنا الدرجات المختلفة بين الناس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هناك واحد يؤمن متأخر بعض المسلمين آمنوا في السنة الأخيرة من حياة النبي بعضهم آمنوا في السنة التي فتح الله على نبيه مكة المكرمة إنا فتحنا لك فتحا مبينا بعضهم آمن بس الإمام علي من أول يوم نحن نؤمن بأن الإمام عليه سلام الله عليه ولد مؤمنا بالله ومن عالم البرزخ ومن قبل في عالم الأشباح والأضلة لكن في ظاهر الأمر وعمره عشر سنوات في حديث الدار قصة قصة معروفة أن النبي دعا قومه لأن الله أمره وأندر عشرتك الأقربين فأمر الإمام علي بأن يصنع طعاما ودعا أقرب الناس إليه وقال لهم إذا أخبرتكم بأن وراء هذه الأكم عدو أو حيوان كاسر هل كنتم تصدقون قالوا نعم ما عهدناك كاذبا يا محمد وكان يسمى المحمد الله صلى الله محمد وعلي محمد عفوا يقولون سووا قيام رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد ثانية على أصوات صلى على محمد وآل محمد كان الإمام علي سلام الله عليه المبادر الأول في كل شيء حتى في المواقف الخطرة قتال من اللي في مقدمة جيش النبي الإمام علي كان الإمام علي كما تقول الصديق الطاهرة كلما أوقدوا للحرب نارا قذف بابن عمه في لهواتها أول واحد علي من يشبه الإمام علي في هذه القضية في كربلاء طبعا كل الذين قتلوا مع الإمام علي بما في ذلك الذين تابوا كالحر والتحقوا بالحسين كل واحد منعهم بطل وقدوة وأسوة لجميع الناس وكلهم لهم مقامات عليا عند ربهم اللي كان يشبه الإمام علي في هذه القضية علي الأكبر سميه علي الأكبر شوفوا أنا كاتب بعض النقاط عن علي الأكبر أولا علي الأكبر مقامه عند ربه مقام مستقل ليس لأنه ابن الحسين هذه إضافة إلى مقاماته لكن له مقام نحن نقرأ في زيارته السلام عليك يا ولي الله وابن وليه أنت ولي الله ونقرأ أيضا في الزيارة السلام عليك يا خليل الله ما عدنا لأحد نحن نعرف أن إبراهيم هو خليل الله الزيارة تقول السلام عليك يا خليل الله كان علينا الأكبر قائد فرقة الحرس والمرافق للإمام الحسين فيما يرتبط بالذي ظهر من مقاماته من أعماله من مواقفه كالعباس وحتى أنه كان يرافق الحسين في أينما ذهب الإمام في أيام محرم الإمام مرتين دعا عمر بن سعد وتكلم معه قال ويلك تعرف الحق وين ليش رايح ويا ذولة قال أنا أخاف قال أني أخاف أدي دار أخاف عبيد الله بن زياد يهدم داري قال أنا أبنيها لك قال عندي مزرعة أخاف صادرة ما صار اللقاء بين الإمام الحسين وعمر بن سعد دعا الحسين وعمر بن سعد فجاء الحسين بعشرين من أصحابه وجاء عمر بن سعد بعشرين ثم طلب الإمام أن الأغيار بتعدون في العشرين اللي جاءوا مع عمر بن سعد بقى منهم اثنين واحد ابن واحد عفوا واحد عبد وفد واحد آخر المهمة علينا أجلاف وبقي مع الحسين علي الأكبر والعباس العباس مثلا سقى الماء قبل أن يغلق الماء على الحسين وأصحابه تماما سقى القوم ماء هو والعباس كانوا يذهبون ويخلصون من كان يقع في مشكلة مع أصحاب عمر بن سعد على كل حال العلي الأكبر مقامه مستقل عند ربه وثانيا كان ملتصقا بالحسين حتى قبره ملتصق بقبر الحسين وضريحه جزء من ضريح الحسين شن اللي جعل العلي الأكبر هكذا الروايات تقول كان المدافع عن كل حق وين يشوف الحق يدافع عنه هاي كلمة الحق كانت ممتزجة بروحه باعتباره حق يسوي حتى أن الإمام الحسين سلام الله عليه غفى غفوة ثم قام وقال إنا لله وإنا إليه راجعون فقال علينا الأكبر إنا لله وإنا إليه راجعون يا أبا لماذا استرجعت ليش قلت إنا لله وإنا إليه راجعون قال خفقت خفقة فسمعت مناديا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم فعرفته أنها أنفسنا قد نعيت إلينا أنتوا رايحين والموت وياكم رايح قال ولسنا على الحق قال أي والذي إليه مرجع العباد قال إذن لا نبالي أن نموت محقي مثل ما الإمام علي قال مثل ما الإمام علي في قضية مبيته في مكان النبي وأيضا حينما النبي في آخر جمعة من شعبان خطب الخطبة المعروفة إنه قد أقبل إليكم شهر الله إلى آخره ثم بكى النبي قال مما بكائك يا رسول الله قال لما يفعل بك في سلامة من ديني خلاص أهم شي كان عندهم الدين والدفاع عن الحق فإننا في أمورنا العادية شخص الذي يفتح لدكان يجب أن يهتم بالسلامة واحد عامل يجب أن يهتم بالسلامة ويجعله على رأسه فتخوذ كذا السلامة مسألة مهمة سيارة تشتري تهتم بسلامتها بيت تسكن به تهتم بسلامتك فيها بس دولة بالنسبة لهم السلامة في الدين هي الأولوية لعل بعض الناس السلامة في المال عنده مهم إذا خسر تشوف بعض الكرة الأرضية من تشيلها من الحزن وإذا ربح الكرة الأرضية من تشيلها من الفرح أدى الميزان المال عند الميزان السلطة عند ميزان شهواته إحنا يا إخوان لازم منطلقاتنا منطلقات سليمة وأهدافنا أهداف سليمة تشوف بعض الناس منطلقاته فيها أشكال يوم اللي يفتح عينه من الصبح في شونه دي يفكر في بطنه في ملذاته في دكانه في جمع الأموال يفكر في شيء يتركه فيما بعد ولا يبقى له هذه الحياة الدنيا زائلة فانية ومنطلقاته موسالمة أنت لازم تفتش أن منطلقاتك أنا ليش هالكلمة قلت أنا ليش هالشكل سويت شوف إذا شهوتك ورغبتك وسلطتك ورياءك وعملك للناس هذه منطلقاتك أو منطلقاتك أخرى تصحيح المنطلقات وتصحيح الأهداف المي عندنا نوعين مي جاري ومي اسمع فقط تعلق مي جاري رجاء أنت على قول هنا أنت قم قم تضع هنا عفو مي جاري ومي راكد مي الجاري شي سوي بجريانه يطهر نفسه ويطهر كل هذا النهر اللي يمشي فيه المي الراكد لا يطهر نفسه ولا يطهر حوله بل يصير آسن يصير فاسد أنت مع نفسك لازم ما يجاري خلال 24 ساعة ده تعمل عمل صالح ده تقول كلمة صالحة تقف موقف صالح تكون مع الحق دائما علي الأكبر كذا كان كان الراعي الداعي إلى كل حق والناصر لكل حق والمدافع عن كل حق وما كان يدافع بكلامه فقط يدافع بالروحه يدافع بجسمه يدافع بجوارحه كان خط النبي أخذ هذا خط النبي وما شاء علي واستعاض عن الكلام بالفعل بالفعل استعاض عن الكلام أنا أتكلم بس واحد يشتغل هذا الذي يجاهد في سبيل الله بعمله أفضل من الذي يتكلم مليون مرة المهم الموقف العمل الصالح ولذلك عندنا روايات أن العالم أفضل من العابد سبعين مرة عابد كل شغلة عمل يعبد الله يصلي يصوم لكن ذاك العالم ينفع لآخرين ليس فوقه ما شيء من البر الإيمان بالله والنفع لعباد الله كان متميزا في علو همته قوة عزيمته صلابة موقفه وكان كما قال الإمام الحسين أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه خلقا واضح يعني شنو ملامح ملامح النبي مثل رسول الله لكن شابا حتى أن يهوديا جاء إلى الإمام علي سلام الله عليه وقال أسلم البارح على يد جدك قال كيف قال رأيته في المنام شفت في المنام وأسلمت على يده قال أسلمت على يده ولم تره قال ما شفت ما كني شايف يعني أسلمت على يده فقال إذا شفت تعرف قال طبعا فجاء بعلي أكبر بس ما طالع قال وي كأنه أشبه الناس خلقا وخلقا شايف بعض الآباء يحصلون على ولد يقولون هذا الولد يشبه أبوي هذا الولد يشبه عمي أو ابني هاي تشبه أمتي هاي تشبه أمتي هاي تشبه أختي هذا الشيء مهم معادي أشبه الناس خلقا وخلقا شنو كانت أخلاق رسول الله كان عليها عليون الأكبر يعني ربنا عز وجل يقول في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم كان علي الأكبر على خلق عظيم يقول الله عز وجل عزيز عليهما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم كذا أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا منطق يعني صوت لهذا ما يسمى منطق المنطق يعني كلام كلام رسول الله كلام مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله وكما قلنا فإنه كان يبادر إلى كل عمل وكان من شجاعته إذا دخل الميدان يهز الأرض هز يخافون هذا علي الأكبر علي في الطفوف أقام حربا كحربك كما يقول الشاعر مثل الإمام علي ولذلك إجا واحد طلب عمر بن سعد قال جئني برأسه هذا قال عجيب أنا أجيب لك برأس هذا اللي الجماعة ما قادرين عليها حسب تعبيري أنا وأنت اللي تاخذ ملك الري أنا أقبل أن آتي لك برأسه إذا حصلت على ملك الوالي على الموصل على الموصل قال لم يخالف قال شون الضمانة قال أنا أضمن لك قال إذا أنت بطلت فأعطاه خاتمة عمر بن سعد أعطى خاتمة لهذا الرجل قال الروح جيب رأس علي الأكبر اجي أول ضرب خلص علي الأكبر ابن اجي واجي ورمى بنفسي على رقبة علي الأكبر يريد يخنق علي الأكبر ضربه الأرض ضربه بالسيف خلص كم أحد من ذول خلص قال وي لكم هذا عمر ابن سعد يقول وي لكم لو أنكم ذهبتم إليه فرادا لأتى على جمعكم يخلصكم كلكم كلكم لازم تهجمون علي وهجموا عليه جميعا ليش قطعوا جثمان علي الأكبر لأن كانوا يهابون يوم اللي ضرب على رأسه غيلة كعادة اللؤماء وبني أمية حينما ضرب على رأسه واعتنق الفرص استغلوها فرصة هاي فرصتهم ذول اللي كانوا يخافون يشردون كلهم يجوا على جثته وبدأوا يضربونه فكان علي الأكبر سلام الله عليه في شجاعته كشجاعته أمير المؤمنين في همته كهمة أمير المؤمنين في مبادرته كمبادرة أمير المؤمنين ومن طلقه هو الله قال أنا الشاب ويمكن أن والله الآن جهاد ما جهاد خلونا بعيدين عن الجهاد أدري الذين يتخلون عن الجهاد يفتحون الميدان للأشرار وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهن لما أصابهم ما يصير أنت الجهاد تلغيه من عملك ترى الجهاد من الواجبات على الأقل جهاد النفس أرسل رسول الله كما يقول الإمام علي سرية إلى قتال قوم وحينما عادوا قال مرحبا بمن جاء من الجهاد الأصغر وبقي عليه الجهاد الأكبر قال يا رسول الله ما الجهاد الأكبر إذا هذا جهاد الأصغر رؤوس نطاحت أي دينا جرحت وجايين بعضنا مقتلين وبعض مجروحين هذا جهاد الأصغر قال جهاد كم لأنفسكم طبعا هذه الرواية مدرسة الخلفات وشككوا فيها لكنها مروية عندنا من أمير المؤمنين سلام الله عليه أنا أقرالكم فتح حديث ربما ما سامعي موجودة في بعض الكتب وأنا ذاكر أدي فتكتيب عن علي الأكبر عنوانه علي الأكبر الجسد المقطع دفاعا عن الحق المضيع لأن في كربلا كان شيئين أجساد مقطعة وحقوق مضيع كانوا يدافعون عن الحق المضيع أتى علي الأكبر إلى أبي قال يا أبتاه أول من قتل أول قتيل من نسل خير من خير سليل أول واحد من بن هاشم علي الأكبر قال إلى أبي يا أبتاه لا يكون هذا كلام من القلب إلى القلب كلام كأنه الولد يحجيه يا أبو يا أبتاه لا يكون أن تبرز إلى الحرب لا يكون تطلع إلى الحرب وأنا حي أنظر إليك فلا خير في الحياة بعدك اصبر هذا كلام علي الأكبر لأبي اصبر حتى أضحي بنفسي قبلك وأفديك بروحي وأقدم رأسي بين يديك هذا في كتابين مذكور هذه الكلمة هذا عليين الأكبر والإمام الحسين شنونة عاملوية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أكثر واحد كان يحبه الإمام الحسين عليين الأكبر لأنه أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله ولأنه كان الرجل الصالح والولد البار والمؤمن الصامد والشجاع والبطل وكل الصفة الحسنة فيه حينما ذهب وقاتل في حملتين كان صلوا على محمد والمحمد كان حينما يخرج أحد قادة جيش الإمام يعني أكو جندي أحياناً صرح أكو أحياناً قائد يخاف من سقوطه ترى سقوط القائد هو يعزيز مش بسيط قائد سقط فإذا خرج أحد الأبطال المقربين إلى الإمام الحسين سلام الله عليه والمقربين عند الله فإنه كان يتابعهم يوقف باب الخيمة يطالع يشوف هذا وين راح وين إجيه كذا وأم علي الأكبر جالسة تنظر إلى وجه الحسين والحسين ينظر إلى الميدان وإذا شافت كأن وجه الإمام انقبض قالت ما الذي حدث هل قتل ولدي فقال الإمام لا ولكن خرج إليه من يخشى منه عليه جاي فرد واحد أخاف هذا يقدر القوم محتوشين كما ذكرت كلكم ليلة من الليالي كل واحد من أصحاب الإمام الحسين في مقابلة خمسمائة واحد في مقابل واحد فمحتوشين من جميع الأطراف يسطلع فرد واحد الإمام يخاف فبدأت تبكي قال لا تبكي سمعت جدي يقول أن دعاء الأم بحق الولد مستجاب اذهبي واطلب من الله أن يعود تدري واحد لما دا يفقد فرد واحد عزيز يقول له ولو نظر أشوفه ولو لحظة يبقى أو ادعى أتزود من عنده فذهبت إلى الخيمة نشرت شعرها كما في بعض المقاتل وطلبت من الله أن يعود فعاد عليهم الأكبر عاد يا أبا الإمام الحسين كأن علي ظن أن الحسين لا يقبل منه العودة يريد يروف إلى الأبد إلى الأخير إلى النهاية فلذلك بر الرجوع حسب تعبيري يا أبا الحسين قتلني واقع حال ليس شكاية وثقل الحديد قد أجهدني بعدين يواش قال فهل إلى شربة من الماء سبيل علي الأكبر يعرف ماكو ماي هو يدري ماكو ماي بس مجرد يقول إجر جاع ودع أمي وإلى آخرين الحسين شنو قال عد بارك الله فيك واحد من أصحاب الإمام الحسين وهو وهب اللي أحنا نسمي وهب هو اسمه وهب هذا الرجل كان نصراني صار له دعش يوم الزوج جديد جديد عهد بالعرس في الطريق التقى بالإمام الحسين اهتدى بهدي الحسين جاء مع الحسين أجدت أم الصباح يوم اللي شبت المعركة قالت اذهب وانصر ابن بنت رسول الله زوجت تتعلقت بي لا ترملني بابا تونم الزوجين لا ترملني يا وهب قالت أمه أعزب عنها شايف أم حينما يملأ الإيمان قلبها تقول لولدها روح انقتل روح أعزب عنها دافع عن رسول الله الإيمان موقف في القلب فقط إيمان بالقلب عمل هذا ابن بنت رسول الله في حالة خطر اذهب راح شوي دخل في المعركة قتل لك مواحد ورجع لما رجع رضيت يا أمه قالت لا ما رضيت عنك حتى تقتل في سبيل لا أريدك تموت في سبيل الله أنا أريد وجهي يكون أبيض عند فاطمة الزهراء سلام الله عليها عد حتى تقتل زوجتها ما أسمع كلامها وطلع راح وإذا بزوجة جاية من وراها قاتل دون الطيبين أه أنت يا الآن كنت تمنعينني فقال لها أنت كنت تمنعينني قالت إن واعية الحسين كسر قلبي ما الذي رأيت منه رأيته واقفا بباب الخيم يقول واقلة ناصره وغربتاه عشر مرات الإمام الحسين نادى هل من ناصر ينصرني هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله طبعا الإمام الحسين ما كان عنده أمل في شمر وحرم لو جماعة هؤلاء كانه كان ينتظركم أنتم وصدقوني لو هذا العدد الموجود هنا كانوا في كربلاء ينصرون الحسين ما كان يحدث ما حدث ما ذاقي أخر سمعته يقول هل من ناصر ينصرني هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله فاستنجد بالحسين لردها ما كانت تقبل يتقاتل مثله الإمام الحسين ردها وقال إن الجهادة موضوعا عن النساكة لا رجعت لشين قتله بتدري بني أمي كما قلت ليلة من ليلة كانوا يتفننون في الجريمة تفنن عادة في الحروب يردون يكسرون إرادة العدو يعني إذا هزم العدو إن قتل ما عدم شغل فيه حتى الملعون حجة مرة من المرات قال فلان واحد مات إحنا منحش على الميت لكن بني أمي كانوا شيء آخر يعني جماع الرذائل كلها كانت مجتمع فيه هذول اللي قتلوا وهب قصوا راسه وذبوا بحضن أمه يعني يبدو كانوا جايين قريب من المخيم فأخذت راسه ومسعت التراب مسعت الدم بارك الله فيك بيضت وجهي أحسن ثم شالت عموده وطلعت طبعا زوجتها يوم اللي قتل خرجت وبدأت تصبغ شعر رأسها من دمه شمر ما عجبه لأن خاف أن بعض اللي عندهم بقايا ضمير ممكن يتأثرون بهذا المنظر فأمر غلامه فقتلها وهي على جثة زوجها ضربوها برمح وقتلوها على جثة زوجها الآن الأم طالعة أنا عجوز في النساء ضعيفة لكن إرادتي إرادة قوية إرادة شباب جسم مهم طالعة وتريد تقاتل دفاعا عن رسول الله وقد قدمت ولدها وقدمت شنتها يعني هم ولدها وهم زوجة ولدها على كل حال كانت معركة كربلاء معركة واقعية عملية وجهاد لا يمكن لك أن تحذف الجهاد من الإسلام الجهاد بالنفس الجهاد يعني جهاد مع النفس لأن أنت دائما في حال الصراع إما صراع مع نفسك أو صراع مع الأعداء والناس يختلفون بعضهم ينساقوا مع شهواته ورغباته وبعضهم ينساقوا وراء ضميره وفطرته ووجدانه فأنت دائما لازم عندك الاستعداد للإجهات شوفا لما يجي عند الإمام الحسين أقول وقلبي لقلبك لقلبكم سلم اللي بقلبك يا أبا عبد الله بقلبي قلبك قلوبنا قلبي لقلبكم سلم وبعد سلم لمن سالمكم أنت الميزان وحرب لمن حاربكم أنت المحور وبعد ونصرتي لكم معد كيف تنصر الحسين أن تنصر دينه أن تعادي الشيطان أن تنصر الله عز وجل بعملك الصالح بجهادك وبما تستطيع هذا هو المطلوب وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وآخرا دعوانا للحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاقين وصول الله على محمد وصول الله على محمد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة